هنتكلم عن الوراثة الابنورمال الهيموغلوبية ودلوقتي هنركز على النوع الاول اللي هو الهيموغلوبين اس الوراثة بتاعته اوتوزومة ريسيسيف يعني ايه اوتوزومة ريسيسيف يعني اذا حصل اذا كان الشخص ده عنده جين واحد بس اللي فيه افكت والجين الاخر سليم نقول عليه افكتت او نقول عليه كارير حامل او نقول عليه تريد لانه عنده جين واحد فقط وفي الحالة ديه بيبقى هتيروزاكس فور يعني ايه هتيروزاكس فور يعني عنده جين سليم وعنده جين تاني مصاب يبقى كده عنده اختلاف في الجينات اللي عن كورونزومات فيبقى عنده واحد ايه واحد اس طيب اذا كانوا عنده الاثنين جين فيهم دفكت يعني عنده اس اس هيبقى عنده انيميا وازمات في الحالة ديه يعني هوموزايكوس لانه مصابين يعني شبه بعض يبقى نقول طيب دايما الصفة اللي بتتورس كاوتوزوم الريسيسيف لان احنا عندنا بيتا جين موجود على كورونزوم رقم 11 عشان كده بنسميها اوتوزوم بينما قلنا لان عشان تظهر الصفة لازم يكون واخد 2 جين فيهم دفكت لو واحد بس يبقى كارير تعالوا نشوف المثال ده الامة السليمة والأب بأفكتت يعني كارير او تريد يعني عنده جين واحد بس احتمالات اللي هوم يخلفوا ممكن يخلفوا ولد بالمنظر ده يبقى ده افكتت كارير انه واخد الجين اللي فيه دفكت من الأب مع الجين اللي فيه اللي هو النورمال من الأم فاصبح المنظر ده في احتمال اخر انه هو يجيبه على الان افكتت ان افكتت معناه انه هو ورسين الجين السليم من اب والجين السليم من الأم فاصبح على الاحتمال الاحتمال برضو الاخير اللي هو نفس الاحتمال الاول بالضبط اللي هو يبقى افكتت واخد جين سليم من الأب أو من الأم واخد جين افكتت من الأب دي كل الاحتمالات اللي ممكن تيجي من هذا التزاوى طب هل في احتمال ان يطلع اي حد اطفال عنده انيميا وعنده كرايسيس في احتمال ولا مفيش احتمال الاجابة مفيش احتمال في المسال بتاعنا ده او الحالة بتاعتنا ليه لانه عنده جين واحد بس اللي افكتت اللي هو عندها تقبل بينما الام كل الجينات وكل الكرونزمات بتاعتها سليمة وبالتالي يا اما يبقى الاولاد يا اما يبقى سلامة اما احتمالا الاولاد يبقى عندهم مصابين لا انا ما عندنا شجر واحد بس في دفكت